وينضم إلينا من القدس المحتلة مراسل الغد أحمد البديري أحمد إذن جانس يطلب المزيد من الوقت لتشكيل حكومة ائتلافية مع غرمه نتانياهو ما هي أو كيف ترصد لنا العقبات والنقاط الخلاف الباقية حتى الآن غدا سوف تنتهي المهلة التي أعطيت لبني جانس من رئيس الدولة ريوفين ريفلين لتشكيل الحكومة الائتلافية لغاية الآن فشل بني جانس حتى وأنه تنازل عن رئاسة الحكومة لصالح بني من نتانياه ولكنه فشل لغاية الآن بأن يقوم بتشكيل ائتلاف حكومي وعليها الطلبة بشكل رسمي بني جانس تمديدا وحسب القانون يمكن أن يعطيه 14 يوما إضافية وذلك للبدء والاستمرار في تشكيل المشاورات لتشكيل الائتلاف الحكومي الحجة التي أعطاها بني جانس هو الأوضاع التي تتعلق بالكورونا والمشاكل التي تتعلق بالتنصيق مع بقية الأحزاب وما إلى ذلك ولكن بدأ واضحا بأن نتانياه يريد أن يستولي على السلطة بشكل كبير ومطلق وأن يعتبر بأن بني جانس هو مجرد حجر شطرنج كما قال أحد المحللين الإسرائيليين وأنه لا يريد أن يكون جانس شخصية مركزية في الحكومة الائتلافية وبالتالي هناك هذه العقبات تحديدا بين الطاقم التفاوضي الخاص بحزب أزرق أبيض بزعامة جانس إذن هل نستطيع أن نقول أن نتانياه أحمد يستغل أزمة كورونا للضغط على الأحزاب السياسية لتحقيق مكاسب سياسية ولا سيمة رئاسة الحكومة وربما للضغط كي تكون الولاية الأولى له بلا شك استطلاعات الرأي تشير وإن كانت عمليا أجرت قبل حوالي خمسة أيام ولكن كانت تشير إلى أن بني مينتانياه يقود عملية مكافحة الكورونا بمهنية عالية وأن المجتمع الإسرائيلي راضي عن أداء هذه الحكومة وهي الحكومة الانتقالية بني مينتانياه يريد أن يستغل موضوع الكورونا وذلك لضغط على كافة الأحزاب للقبول بمبدأ حكومة الطوارئ بمعنى بأنه يريد أن يبقى هو المتنفف الأول في هذه الحكومة إضافة إلى حلفائه من الأحزاب الدينية المتزمتة ولا يريد أن يكون هناك انتقاص للقوة في الحقائب الوزرية الهامة كالأمن أو كالداخلية أو كالصحة والتي عمليا باتت الآن من أهم الوزرات داخل المنظومة السياسية الإسرائيلية موضوع الكورونا بالنسبة لبني مينتانياه جاء لدعمه سياسيا لو لم يكن هناك موضوع الكورونا لربما رأينا بني مينتانياه يغادر الحلبة السياسية ولكن هذا الأمر جاء لمصلحته وهو يقوم باستغلاله بقوة ويقول الآن وطبعا هذه الحجة الأخلاقية الآن وليس وقت الحديث حول السجالات والمناكفات السياسية الآن هو وقت الوحدة والتوحد ولكن في الأروقة السياسية في داخل الغرف المغلقة يضغط على بني جانس يريد الحصول على الوزرات المهمة ولا يريد أن يقدم تنازلات حتى وأنه حصل على مبدأ أن يكون هو رئيس الوزراء للفترة الأولى ووافق على ذلك بني جانس ولكنه مع ذلك يتمادى ويريد حقائب أكثر وهي الحقائب الوزرية شكرا جزيلا لك مراسل الغد من القدس المحتلة أحمد البديري شكرا جزيلا لك